هو النظام الأكثر فضاعة بهذه الكلمات يختصر المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا حصيلة مهمته التي اقتربت من نهايتها في سوريا ولعل الرجل اكتشف متأخرا أنه لم يشهد يوم النزاع استخدمت فيه فضاعة أكثر مما يرتكبه النظام السوري ضد شعبه وهو ما دأب ديمستورا على عدم البوح به كثيرا حتى انزلقت الأمور إلى هذه النهايات المأساوية وخصوصا ما جرى في الغطط الشرقية ودارية وقبلها حصار حلب والحملة الشرسة بمشاركة ميليشيا حزب الله اللبنانية التي استهدفت منطقتين القصير والوعر في حمص هاتان المنطقتين لتنذاقة طعم التهجير إلى إذلب ولبنان ومح حديث أمام المتحدة عن عودة النازحين وخصوصا أهل القصير من لبنان بعد طردهم من قبل ميليشيا حزب الله ها هي الميليشيا والنظام يتفنان مرة أخرى في إذاقة أهلها المرارة مرتين حيث منعهم من العودة إليها سواء أكنت العودة قصرية أو طوعية فضلا عن شروعه بمخطط تنظيمي جديد يحيل المنطقة إلى غير أهلها هذا التغيير الحاصل لم يحرك ديمستورا له شيئا واكتفت الأمم المتحدة بإدانته كما أدانت سابقا تهجير السوريين من مناطقهم وتدخلت لإخراجهم منها بعدما فشلت في استصدار قران يوقف القصف الوحشي للنظام ضدهم أربع سنوات من المهمة الفاشلة إذن في سوريا يودعها ديمستورا الذي سلم كل المفاتيح المفوضات السورية للنظام بقصد أو دون قصد وهو أخيرا يهم بتسليم مفاتيح اللجنة الدستورية إليه ولحليفته روسيا التي تريد عدم مشاركة الأمم المتحدة باللجنة وهو ما يعني بشكل أو بآخر التحول نحو مؤتمر حوار يقوده النظام بنفسه ويفصل به الدستور مرة أخرى على مقاسه بعيدا عن مقررات جنيف الأممية ترجمة نانسي قنقر